الكل يترقب ليس فقط الأمريكيون المناظرة الانتخابية بين المرشحين للرئاسة دونالد ترامب وكاملا هاريس والحقيقة أنه وده يأتي الترقب بعد ما استطلعت الرأي قبدت أنه فيه تقدم نقطة واحدة للرئيس السابق الجمهوري دونالد ترامب وهي بقى الأسلحة اللي ممكن تستخدمها هاريس ضد ترامب والأسلحة اللي ممكن يستخدمها ترامب ضد هاريس هنشوف التقرير وبعد كده نقول لحضراتكم المزيد بانتظار الحدث الأبرز خلال يومين يواصل المرشحان لمنصب الرئيس الديمقراطية كاملا هاريس والجمهوري دونالد ترامب حملتهم الانتخابية بتوجيه الانتقادات لبعضهما البعض المناظرة المرتقبة مساء الثلاثة بين المرشحين والتي ينتظرها الملايين ليس فقط في الولايات المتحدة وإنما خارجها أيضا تشكل المحطة الأبرز في المنافسة الانتخابية بين هاريس وترامب وبينما يواصل المرشح الجمهوري مهاجمة منافسته هاريس تواصل المرشحة الديمقراطية لاستعداد للمناظرة مدعومة بتأييد مفاجئ من نائب الرئيس الأمريكي الأسبق الجمهوري دك تشيني وبنته تشيني الذي شغل منصب نائب الرئيس الأسبق جورج دابليو باشا في الفترة بين عامي 2001 و2009 اعتبر أن ترامب هو أكبر تهديد للديمقراطية في التاريخ الأمريكي معلنا دعمه وتأييده الكاملين لهاريس لم أصوت قط لمرشح ديمقراطي ولكن أعتقد أن المخاطر التي تواجهنا في هذه الانتخابات تمثل تحديا وتهديدا أساسيا لبلدنا ونحن نرى ذلك يوميا شخص كان على استعداد لاستخدام العنف من أجل محاولة الاستلاء على السلطة والبقاء في السلطة شخص يمثل كارثة لا ينكر وأعتبر ترامب أن إدارة بايدن وهاريس فتحت أبواب الولايات المتحدة أمام من وصفهم بالقتلة والمعتدين على الأطفال والمغتصبين المتساللين من كل أنحاء العالم في إشارة إلى تدفق المهاجرين عبر الحدود مع المكسيك كما اعتبر ترامب أن إدارة بايدن هاريس دمرت حياة الأمريكيين بسياسات اقتصادية وصفها بالكارثية وقال التعليق على هذا الموضوع ينضم علينا من ولاية زي ما شفتوا مشاهدينا زي ما تكلمنا قبل كده حتى في الحلقة الخاصة أنه كذا ملف يكون فيه النقاش ما بينهم وطبعا أنا أقصد بأنه الأسلحة اللي ممكن يستخدمها ترامب أو أسلحة هاريس أقصد بيها طبعا النقاط اللي ممكن يحارب بيها أو يعني يتفوق فيها ترامب على هاريس أو هاريس تتفوق على ترامب لكن الملفات لغاية دلوقتي ملف الاقتصاد يعتبر ترامب متفوق فيه ترامب هدد بفرد جمالك بنسبة 100% على بعض الدول ومن على رأسها طبعا الصين وهدد المرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب في تجمع في ويسكنسون أن العملة الأمريكية كانت تحت الحصار الدولار لفترة كبيرة ولمدة ثماني سنوات وهدد دونالد ترامب بجعل الأمر مكلفا عفوا مكلفا للغاية بالنسبة للدول التي تحاول التحول بعيدا عن استخدام الدولار الأمريكي مضيفا ركيزة جديدة إلى برنامج التعريفات الجمهورية الخاصة به أعتقد حضراتكم عارفين موضوع البريكز مجموعة البريكز وأن هما كانوا بيحاولوا برضو يشوفوا عملة وكلام كتير كنا سمع نخلى الفترة اللي فاتت عن محاولة القضاء على هيمنة الدولار عشان كده ترامب واخد باله جدا من النقطة دي وعايز يحسن الدولار بشكل كبير قال أيضا ترامب في أن احنا نترك الدولار ولا نتعامل مع الولايات المتحدة لأننا سنفرد تعريفة جمهورية بنسبة 100% على سلع كثيرة زي ما قلتلكم وعدة دول على رأسها الصين بدأ سلاح دلوقتي موضوع الخروج المخزي من أفغانستان بدأ ترامب يستخدمه يعني فعلا هجوم انتخابي ضد هاريس وضد طبعا إدارة بايدن ترامب اعتبر أنه الانسحاب السيء من أفغانستان للقوات الأمريكية كان سببا للفوضى مشاهدوا بيثت مؤخرا سلاحا انتخابيا بيد ترامب وحزبه لنيلي من هاريس خلال المناظرة المرتقبة بحسب صحيفة واشنطن موست الجمهوريون يوسعون للتحقيق في قضية الانسحاب الأمريكي من أفغانستان مساعد جمهورية للحصول على شهادات إضافية من كبار الضباط الذين شهدوا تلك الأحداث بينما يحاول ترامب جعلها قضية مركزية مع اقتراب موعد الانتخابات المرشح الجمهوري دونالد ترامب يسعى إلى جعل الانسحاب من أفغانستان قضية مركزية في حملته الانتخابية من أجل الهجوم على إدارة جو بايدن ونائبته كامال هاريس منافساته في الانتخابات المقررة في نوفمبر المقبل بايدن كان قد سحب قوات بلاده من أفغانستان في أغسطس 2021 بعد عملية إجلاء جوي امتدت لأكثر من أسبوعين ما تسبب بفوضى خلالها ووقوع عشرات القتلى بينهم أفغانيون وجنود أمريكيون تبعها استيلاء حركة طالبان على الحكم ترامب اعتبر الانسحاب الأمريكي من أفغانستان أدى لانهيار مصداقية أمريكا في كل مكان وسمح بفتح صراعات دولية وحروب مثل حرب أوكرانيا وغزة لم يكن هجوم السابع من أكتوبر على إسرائيل ليحدث أبدا لو كنت رئيسا تماما كما لم تكن الكارثة في أفغانستان لتحدث أبدا وبصراحة لم يكن غزو أوكرانيا من قبل روسيا ليحدث هاريس بدورها لم تدافع بل هاجمت أصدرت بيانا مقتضبا قالت فيه أن ترامب يريد أن ننسى أنه كان أمامه أربع سنوات للخروج من أفغانستان لكنه فشل زي ما شفتم مشاهدين أن كل واحد من كيلة المرشحين طبعا بيهاجم الآخر حتى لو دلوقتي بعد ما ترامب هاجم إدارة بايدن واعتبرهم كذبوا في هذا الأمر في الانسحاب وأن هم تركوا أسلحة بمليارات الدولارات وراءهم بسبب هذا الانسحاب الفاشل ده تزمونا على فكرة ويمكن التصعيد بالنسبة للنقطة دي أتى في إزدل استمرار تحقيقات بتجريها لجنة الخارجية في مجلس النواب حول الانسحاب الأمريكي الكارثي من أفغانستان في أغسطس 2021 حيث وجه رئيس مجلس النواب مايك جونسون انتقادات لازعة لإدارة الرئيس جو بايدن وشفنا طبعا في التقرير إزاي هاريس ردت عليه وقالت أنت كان قدامك أربع سنين ولم تنسحب قبل المناظرة التلفزيونية المرتقبة زي ما قلت لحضراتكم استطلاعات الرأي بتقول أنه ترامب يتفوق على هاريس بنقطة واحدة في أحدث استطلاع الرأي نسبة تأييد المرشح الجمهوري وصلت إلى 48% مقابل 47% لمنافسته والحقيقة أنه برضو في استطلاعات الرأي في السبع ولايات المتأرجحة بيقال أن النتائج الاثنين مقتربة جدا لكن بين سلفينيا مؤثرة جدا ومهمة جدا عشان بتعتبر 19 نقطة في التجمع الانتخابي ثقالها كبير والصراع كله بيعتبر في هذه الولاية اللي المفترض أنه سياسة بايدن بالنسبة للتنقيب أو الحفر بالنسبة للجاز والنفط بيعتبر طبعا هو يسمح به بينما هاريس قالت أنها لن تسمح وفي نقطة تانية مهمة جدا الحقيقة هيستخدمها ترامب ضد هاريس في المناظرة وهي تغيير أرأها وتغيير اتجاهاتها وسياستها لأن كان لها تصرحات كتيرة وهي مع بايدن ومشي مع سياسة بايدن وبعد كده لما بدأت أن هي طبعا يتم اختيارها كمرشحة للحزب الديموقراطي بدأت تغير كتير جدا من السياسات والكلام اللي كانت يعني مسجل لها كلام وفيديوهات وغيرت هذا الكلام ودي برضو من النقطة القوية اللي هيستخدمها طبعا الرئيس ترامب في هذه المناظرة المناظرة بفكر حضراتكم هتكون على مدى تسعين دقيقة مش هيسمح مش هيكون في أي جمهور مش هيكون في أي حد دقاعة في الستوديو غير الخاص بقناة ABC News غير هيكون في ترامب وهيكون هاريس والمزيعين الاتنين المزيعين اللي هيسألهم الأسئلة كل واحد قدامه دقيقتين الجواب أثناء دقيقتين دول الشخص المايك مقفول على الشخص المرشح الآخر وفي نفس الوقت أيضا كان فيه تعهدات للرئيس ترامب الحقيقة يعني بالنسبة للمناظرة زي ما قلت لحضراتكم الشروط بتاعتها وكلنا مستنينها تاني الساعة خمسة بتوقيت كاليفورنيا الساعة تمانية بتوقيت نيويورك واشنطن وهيكون يعني هم سامحوا تقريبا بالورقة أو بنوتس يعني ورقة أو ألم يسجلوا فيها بعض النوتس لكن ما حدش هيدخل بأي حاجة ولا حد في أثناء البريك أو اللي هي الفترات اللي هي فيها راحة في النص مش هيكون فيه أي تواصل معاي حد من الحاملة النقطة التانية برضو اللي يمكن ترامب أعلن عنها قالك أنه هيكون فيه سقر طبعا وهدد كل ما نزور الانتخابات السابقة بأنه هيتم تعقبه ومحاسبته على الجانب الآخر كان فيه اتهام لترامب بيقوله عليه أنه هو الحقيقة أعلن أنه هو هيعمل عفو عن كل اللي كانوا اتسجنوا في موضوع الحجوم بتاع الكونجرس في يناير 6 يناير 2020 بالنسبة لأيضا يمكن زي ما بقول لحضراتكم نحن منتظرين الأمور الخاصة بالمناظرة بكرة وكل ما يعني يتبعها من ملفات بفكركم تاني الملفات المهمة اللي هيتم مناقشتها وطرح أسئلة عنها غدا إن شاء الله في المناظرة التاريخية الاقتصاد ملف الاقتصاد ودايما بيبتدوا به المزعين وأهم ملف الولايات المتحدة الأمريكية ملف الهجرة ملف الإجهاد ملف أيضا التعامل بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية بالنسبة للسياسة الخارجية سواء كان حرب أوكرانيا حرب روسيا أوكرانيا أو سواء حرب غزة والكلام اللي هو دايما بيقوله الرئيس ترامب إن لو كنت أنا في الحكم ما كانتش هيحصل هذه الحروب والفشل أيضا أكيد هيستخدمه إنه فشل إدارة بايدن في إنه هم يوصلوا لاتفاق لوقف إطلاق النار بالتأكيد هيتم السؤال أو يطرح سؤال أو هيكون فيه جوم من ترامب حول هذه النقطة كلنا في انتظار هذه المناظرة وهنلتقي بيكم طبعا الأربع علشان هنقول إيه اللي حصل وملخص هذه المناظرة اللي هتكون غدا إن شاء الله اشتركوا في القناة